أني لم أبت ضاغناً على مسلم ما في ليلة نمت في دلبي حقت على أحد هذا هو اللي عندي هذا هو المهم واحد ضرب ركعة ويبغض هذا ويكره هذا ويحقد على هذا ويعاده هذا شنو فائدة ركعاته شنو فائدة صيامه واقعاً الإنسان يشفق على بعض المتدينين اللي يشوف نفسه متدين ويبالغ في الشعائر ويبالغ في العبادات لكن تعال شوف كيف بقع السواج كبيرة في قلبه على عباد الله يكره هذا ويقعي دين هذا أي عقيدة هذا ويتصور نفسه من العقيدة الصحيحة وأنه موالي عدل لأهل البيت ومتمسك عدل بأهله وين يا ولاية أهل البيت هذا أهل البيت لا يريدون قلوباً سوداء أهل البيت يريدون قلوباً بيضاء طاهرة من الأحقاد والأغلال الذين يكرهون الناس يضغضون الناس على أقل اختلاف تارة واحد يبغض إنسان عندها مشكلة معتدي عليه مصلحة مضطاربة عليها وتارة لا يبغض واحد لأنه عنده رأي ثاني عنده دين ثاني عنده مذهب ثاني عنده داخل المذهب رأي ثاني أخبرت شنو وصي عليه انت الله خليك يعني ولي عليه عندها هو ينجاز بنفسه يحاسبه وربه لماذا تلوث قلبك بالضغائن والأحقاد ومن أسوأ الأحقاد الأحقاد على الأرحام على الأقرباء بسبب خلافات على مصالح معينة أو على قضايا تافهة ترجمة نانسي قنقر